على قمة جبل حيث يراودك إحساس بأنك تكاد تلامس السماء كتب القدر أن تنشأ قرية ريشية ببلدية ولد ربح وهي تحاكي السحاب هي أفقار قرية بولاية جيجل وكأنها هربت من زمن آخر غير زماننا هذا جاينا من ولد ربح بلدية ولد ربح أبي بالأكل 18 كيلومادر سباح ثم 36 عشية 36 كيلو مشيوها بي هل هذه ما جاءت في كتر الجزائر لا غير هنا في المنطقة تعنا ما زالت هذه المسافة يمشيو هذه الناس في كتر الجزائر يمشيو 18 كيلو لا آلة يمكن أن تتحدى هذه التضاريس إلا الجرار أو السيارة ربعية الدفع خارج فصل الشتاء وإلا في الميسر لدى السكان هو ربعي الدفع لكن من نوع آخر معاناة السكان يعرفها رئيس البلدية ولكن اليد القصيرة على ما يبدو لا حيلة لها في تغيير الوضع هدم الأقسام القادمة التي كانت يرتالها وتعويضها بمدرسة جديدة وكذلك قمنا ببناء قاعة علاج جديدة قمنا أيضا ببناء سكن وظيفي لأن أغلب الممرضين يرفضوا التنقل لقرية الريشية بحكم بعدها على مركز البلدية كذلك استفت القرية من غلف مالي قدروا زوج ملاير ومئة مليون سنطين يتمثل في إعادة هي الطريق الرابط بقرية الريشية بقرية العناب وتبقى الريشية بأكواخها وأرواحها تنتظر القدر قبل المسؤول فقد كان من سوء حظها أن الصرخة في هذا المكان لا يسمعها إلا هذا السحاب